السلام عليكم ورحمة الله فيديو جديد من المدرسة التركية مع حمزة نسل سنز ايم سنز كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ بعد تفاعل حضراتكم الكبير على فيديوهات الجمل وطريقة تكوينها فالنهاردة كمان هنتعلم جمل جديدة وطريقة تكوينها فأول جملة عندنا هتكون سان تشاك كونوشيارسون سان تشاك كونوشيارسون أول كلمة هي الضمير سان اللي معناه أنت والكلمة الثانية هي كلمة تشاك اللي معناها كثيرا وآخر كلمة هي الفعل كونوشيارسون اللي مقسوم لحقتين الفعل كونوشيار اللي معناه يتحدث واللاحقة سون اللي هي اللي حقت الدمير سان فكونوشيارسون على بعضها معناها تتحدث فقملة سان تشاك كونوشيارسون معناها أنت تتحدث كثيرا سان سان تشاك كونوشيارسون والقملة اللي بعدها هي بانا باك بانا باك بانا باك أول كلمة هي بانا ودي معناها إلي والكلمة الثانية يفعل الأمر باك اللي معناه أنظر فقملة بانا باك معناها انظر إلي بانا باك والجملة اللي بعد كده هي ايلا ديل ايلا ديل أول كلمة هي ايلا ودي معناها هكذا والكلمة الثانية هي ديل ودي معناها ليس فقملة ايلا ديل معناها ليس هكذا ايلا ديل والجملة اللي بعدها هي بورادان جداليم بورادان جداليم أول كلمة هي بورادان ودي معناها من هنا والكلمة الثانية هي الفعل جداليم اللي معناه لنذهب فقملة بورادان جداليم معناها لنذهب من هنا بورادان جداليم والجملة اللي بعدها هي ساندان هابار بيكليوروم ساندان هابار بيكليوروم أول كلمة هي ساندان ودي معناها منك والكلمة الثانية هي هابار ودي معناها خبر وآخر كلمة هي الفعل بيكليوروم اللي معناه أنتظر فقملة ساندان هابار بيكليوروم معناها أنتظر منك خبر ساندان هابار بيكليوروم والجملة اللي بعدها هي ياماك يوك ياماك يوك أول كلمة هي ياماك ودي معناها طعام والكلمة الثانية هي يوك ودي معناها لا يوجد فجملة ياماك يوك معناها لا يوجد طعام ياماك يوك والجملة اللي بعدها هي بان تشوك أطشم بان تشوك أطشم أول كلمة هي الضمير بان اللي معناه أنا والكلمة الثانية هي شوك ودي معناها جدا وآخر كلمة هي أطشم ودي مقسومة لحكتين كلمة أطش اللي معناها جائع واللاحقة أم ودي اضافت علشان الضمير بان اللي في أول الجملة فجملة بان تشوك أطشم معناها أنا جائع جدا بان تشوك أطشم والجملة اللي بعد كده هي هادي ماركتا جيداليم هادي ماركتا جيداليم أول كلمة هي هادي ودي معناها هايا والكلمة اللي بعدية هي ماركتا ودي مقسومة لحكتين كلمة ماركت اللي معناها السوق وحرف الجر ايه اللي معناه إلى فماركتا على بعضها معناها إلى السوق وآخر كلمة هي الفعل جيداليم اللي معناه لنذهب فقملة هادي ماركتا جيداليم معناها هادي ماركتا جيداليم هيا لنذهب إلى السوق هادي ماركتا جيداليم والقملة اللي بعد كده هي باشكا تشاريوك باشكا تشاري يوك أول كلمة هي باشكا ودي معناها آخر والكلمة الثانية هي تشاري ودي معناها حل وآخر كلمة هي كلمة يوك ودي معناها لا يوجد فقملة باشكا تشاري يوك معناها لا يوجد حل آخر باشكا تشاري يوك والجملة اللي بعد كده هي ناريا جي دي يوروز ناريا جي دي يوروز أول كلمة هي دات الاسفهم ناريا ودي معناها إلى أين وتاني وآخر كلمة هي الفعل جي دي يوروز وده مقسوم لحكتين الفعل جي دي يور اللي معناها يذهب ولو حكت الضمير بيز اللي هي أز فجي دي يوروز على بعضها بمعنى نذهب فقملة ناريا جي دي يوروز معناها إلى أين نذهب ناريا جي دي يوروز والجملة اللي بعضية هي نازامان ويورسون نازامان ويورسون أول كلمة هي دات الاسفهم نازامان اللي معناها متى وتاني وآخر كلمة هي الفعل ويورسون اللي معناها تنام فقملة نازامان ويورسون معناها متى تنام نازامان ويورسون والجملة اللي بعضية هي أركان ويوروم تشنكو سباة إشين فار أركان ويوروم تشنكو سباة إشين فار أول كلمة هي أول كلمة هي أركان ودي معناها مبكرا والكلمة التانية هي الفعل ويوروم اللي معناها أنام وثالث كلمة هي تشنكو ودي معناها لأن لدي عمل في الصباح ودي على بعضها بمعنى في الصباح وآخر كلمتين هما إشين وفار والكلمتين دول متلونين بنفس اللون علشان هما اللي دين على بعض بمعنى لدي عمل فجملة أركان ويوروم تشنكو سباة إشين فار معناها أنام مبكرا لأن لدي عمل في الصباح أركان ويوروم تشنكو سباة إشين فار والجملة اللي بعضية هي بوجيون نادان إشي جال مدين بوجيون نادان إشي جال مدين أول كلمة هي بوجيون اللي معناها اليوم وتاني كلمة هي دات الإستفهام نادان اللي معناها لماذا والكلمة اللي بعضية هي إشي اللي معناها إلى العمل وآخر كلمة هي الفعل جال مدين اللي معناها لم تأتي فجملة بوجيون نادان إشي جال مدين معناها لماذا لم تأتي إلى العمل اليوم بوجيون نادان إشي جال مدين والجملة اللي بعضية هي تشوك هاستاي ضم تشوك هاستاي ضم أول كلمة هي تشوك ودي معناها جدا والكلمة التانية والأخيرة هي هاستاي ضم ودي على بعضها بمعنى كنت مريضا فجملة تشوك هاستاي ضم معناها كنت مريضا جدا تشوك هاستاي ضم وآخركم اللي عندنا في فيديو النهاردة هي نادان بونو دوشون ماديم نادان بونو دوشون ماديم أول كلمة هي عادة الاستفهام نادان اللي معناها لماذا والكلمة التانية هي بونو ودي معناها بهذا وآخر كلمة هي الفعل دوشون ماديم وده مقسوم لحقتين الفعل دوشون ماديم اللي معناها لم تفكر ولو حكت الدمير بان اللي هي ام اللي خلت الكلمة بمعنى لم أفكر فجملة نادان بونو دوشون ماديم معناها لماذا لم أفكر بهذا نادان بونو دوشون ماديم وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة واتمنى انكم تستفيدوا منه وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة